السيد هاد العامل هل كان أحد المرشحين في الانتخابات وبالتالي يحق له التقديم بصفة رسمية في هذا الجانب يعني رئيس تحالف يحق له الطعن بنتاج الانتخابات اللم يكن مرشحا بموجب القانون سيد مكية نعم أستاذنا العزيز المصلحة متحققة باعتباره رئيس كتلة الفتح والضرر أصاب الجميع وليس كتلة معينة باعتبار أن الانتخابات التي جرت والآلية التي جرت بها الانتخابات حدثت بها مخالفات وخروقات كثيرة استنادا إلى تقرير الشركة الفاحصة الشركة الألمانية الفاحصة بيّنت المخالفات الفنية أسر عن المخالفات سيد مكية أنا مدى أسر عن المخالفات استنادا إلى هذا السؤال أفهمه يعني الآن السيد هاد العامري مسجل في مفوضية الانتخابات رئيس تحالف الفتح وبالتالي قانونا يحق له الاعتراض أم لا هذا السؤال فعلا أنا ما أفهمه هلأتوضح ليه قانونا يجوز أم لا يجوز نعم نعم يحق له الاعتراض المخالفة دستورية أستاذنا العزيز المخالفة دستورية ويحق له الاعتراض المخالفة دشتورية الضرر أصاب الكتلة وباعتباره رئيس كتلة فمن حقه إقامة الدعوة في المحكمة الاتحادية العليا المخالفة دشتورية ضمن أي ناس أو مادة دشتورية أنتم قدمتم اعتراضاتكم أي المادة الدشتورية التي خالفتها إجراءات أو نتائج المفوضية قدمنا في عرض الدعوان وفي اللوائح المقدمة وبينا الخروقات التي حدثت والمخالفات الدستورية إحدى المخالفات الدستورية هي تكافؤ الفرص فإن بعض الناخبين لم يستطيعوا لإدلاء بصوتهم وهذا حجبهم من حقهم الدستوري وهذه مخالفة دستورية يا مادة هذه تكافؤ الفرص سيد مكيين قرالي ياه أنت محامي وتترافع أمام أعلى سلطة قضائية يا مادة الدستورية هذه اللي تكافؤ الفرص حتى شعبنا أيضا يثقف قضائيا من خلالك والله أستاذ العزي بالرقم بالضبط ما أعرف يا مادة بالضبط بس المخالفة هي دستورية وموجودة تكافؤ الفرص زيان سيد مكيين شون محامي وقضية كبيرة أنت ما حافظ المادة الدستورية شون تترافع يعني ستوقف قدام القابل تقول له هذه المادة هذه الإجراءات وهذا حق قانوني لك خالفة المادة الدستورية التي تقول بتكافؤ الفرص وفق المادة كذا وفق المادة كذا يا مادة دستورية ما تجعل بالك الآن لست لاماتي جالبالي الآن خوش ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر